أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في حفل ختام المنتدى الإعلامي الثقافي لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة نخبة من الشباب الخليجي أكدت أن مملكة البحرين حرصت من خلال استضافة المنتدى على دعم الجهود الخليجية الرامية لتأهيل كوادر إعلامية شبابية خليجية كما أكدت الوزيرة حرص المملكة على تزود تلك الكوادر بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم الإعلام بما يدعم تعزيز مساهمتهم الفاعلة في مسارات التطوير وبناء المستقبل وأشارت الوزيرة في كلمتها أن الإعلام أداة حيوية وفعالة يسعى الشباب إلى تسخيرها من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خلال استخدام التكنولوجيا الخاصة بها مضيفة أن المنتدى الإعلامي الثقافي لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكل فرصة لتبادل الأفكار والابتكارات بين شباب الخليج وللتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال الإعلام هذا وقامت وزيرة شؤون الشباب في الحفل الختامي للمنتدى بتكريم الوفود الخليجية الشبابية المشاركة إضافة للمتحدثين والرعاة تقديرا لجهودهم في دعم تحقيق أهداف المنتدى ترجمة نانسي قنقر